عباس يغمق عينيه لفصل الزمرض وصرحات لكنه يدفع ثمن كل افعاله من فلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة صرحات يسرع اجراءات الطلاق ابن يس يمهد البحر ايضا طريقا لجمعيات اعمال جديدة لتكون دائمة في القصر عباس يذهب الى السجن بينما يدفع ثمنا ضاهظا لما فعله باميريد فان الغضب الذي يتراكم بدافله يجعله اكثر خطورة وقال انه لن يعطي السلام الى الزمرض وسرحات بعد هذا تبدأ الزمرض في البحث عن والدها عند تعلم ذلك تتخذ جيهان ايضا اجراءات لتكون مفيدة وقريبة من الزمرض الزمرض وجهان يسيران نحو الخطر خطوة بخطوة عندما يتعلم صرحات عن هذه الاشياء يدرك ان ايميريد يحاول عمدا ابعاده ومع ذلك من اجل حماية المرأة التي يحبها لا يتردد في القاء نفسه في النار يتشبث سوهندان وهاميتا بشدة بالامل الذي استولوا عليه من اجل ان يكونوا سعداء لكن في عالمهم كل سعادة لها ثمن ايضا عندما يجتمعون للتو مع بعضهم البعض يأتي الانفصال الى الباب يبدأ دنيز في وضع خطط اخرى لازالة الزمرض تماما من حياتهم بينما يعتقد ان الالعاب التي انشأها تعمل فهو غير مدرك ان الحياة تلعب ايضا العابا اخرى له الحالة التي يجمع فيها ايراكا كوديكا بالصرحات وجيهان معا كآبين وضعوا جانبا عدائهم لبناتهم وتصبح موحدة لا تدرك اميريد ايضا انها تتجه نحو مسار سيغير مصيرها هل سيتمكن عباس من الحصول على حريةه ما هو الخطر الذي ينتظر الزمرض انه الان متأكد من انه لا يوجد احد في هذه الحياة يؤمن به ويثق به باستثناء الزمرض يقترح عباس ان اميريد غير مستقر عقليا ويحاول ارباك عقل سرحات في حين ان سرحات لا يصدق حتى كلمة واحدة لعباس مفاجأة تنقذ عباس من ايدي سرحات حول كل هذا الى فرصة يزيل ادنيز اميريد من حياتهم ويبدأ في استخدام اوراقه الرابحة ليصبح حقا عائلة مع سرحات ويشنك انه يتحرك الى الامام بهدوء ولكن بشكل حاسم بعض خطوات حميد تفكك تحيزات سوهندان وتؤدي الى تطورات غير متوقعة بين الاثنين الزمرض لا تستطيع البقاء في القصر لفترة اطول مخاطرة بازالة حتى صرحات من حياته يعود الى المكان الذي بدأت فيه قصته بابا يناير من اجل ان تولد من جديد من الرماد جيهان يقدم عرضا يفاجئ الزمرض بينما لا يعرف زير ميرمت ما يجب الاجابة عليه يتخذ سرهات اجراء لاعادة كتابة مصيره باستخدام زي ميرمت هل سيتمكن صرحات من الخروج منتصرا من الصراع الذي دخله مع القدر اجابة الزمرض على جيهان ماذا سيكون يبدأ الزمرض في تفكر ما حدث في ليلة الحادث كلما يتفكره يقوده خطوة بخطوة الى عباس هل وصل عباس الى نهاية الطريق كم عدد الامتحنات التي سيتعين على صرحات اجتيازها من اجل ان تكون سعيدا مع زمرض يعتقد ادنيس انه مع ظهور كل شيء ستصبح وظيفته اسهل ومع ذلك فان اولفيت هي واحدة من العقبات الكبيرة امام خطط ادنيس يتفذ جيهان خطوات جذرية لاستعادة ابنته والعودة الى حياته القديمة القدر يقربه ايضا من الزمرض سوهندام بعد بعض الاشياء التي سوف يسمعها عن حميد سيتم فصله بين الذهاب والبقاء لقد دخل الزمرض وصرحات الان في مسار لا رجعت فيه زرمرنت ينظر في عيون صرحات يعتقد انه يخدع نفسه ومع ذلك حاول صرحات فقط حماية الزمرض ومع ذلك تغلق اميرد اذنيها على كلمات سرهات سوهندام بعد الالم الكبير الذي عانى منه يبدأ في اتخاذ خياراته الخاصة لن يسمح بعد الان لاي شخص بالسيطرة على حياته يخوض صرحات حروبا على جبهات اخرى من اجل اتقاء كل من ميردى وابنته في قلبه ومع ذلك سيكون الباب الذي فتحه جيهان بداية حرب بين الاثنين لم تنتهي لفترة طويلة في ديسمبر سوف الزمرض تكون قادرة على معرفة الحقيقة التي من شأنها تدمير حياتها صرحات كم من الوقت سوف يحترق من اجل الحب تعلمت الزمرض واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن من هو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرض في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات بالنسبة لسريهات لا يوجد سوى الزمرض ولن يكون هناك لكن اثناء محاولة اقناع اميرلدى بهذا سيخضع العاشقان لاختبارات اخرى يرفع النيز يده ايضا ليكون دائما في حياة صرحات ويبدأ في اتخاذ خطوات خطيرة تعلمت الزمرض واحدة من الاسرار التي يتم الاحتفاظ بها منها هكذا تم الكشف عن من هو البحر حقا انتهت اللعبة التي استسها ازيمت كما اراد تبدأ الزمرض في التشكيك في مضيها وحبها مع صرحات عندما تفتح اميرلد عينيها تجد سرهات الحياة مرة اخرى ومع ذلك فقد بدأ امتحان صرحات للتو مهما كان اختبار الزمرض من قبل سيتم اختباره الان بنفس الطريقة علاوة على ذلك يجب ان يكون سرهات اكثر حرصا حتى لا ينزلق الزمرض من يديه مرة اخرى سوهندان تصل الى البحر في لحظة صعبة للغاية عندما يتواصل ادنيز مع سوهندان للحصول على المساعدة سيواجه ايضا مضيه بمرارة صرحات و ادنيز يتخذان اجراءات للحصول على حضانة اتشك ومع ذلك ليس لدى جيهان اي نية للتخلي عن ابنته ايضا الحرب بين الجانبين تتصاعد بشكل لائب يحتضن صرحات المرأة التي يحبها بالحب كما لو كان يريد تخلص من الام الاشهر التي قضاها بدون اميرالد ومع ذلك فان زيارة جيهان غير المتوقعة للقصر ستحرك الحجارة والزمرض وسيرهات سيكونان في وسط عاصفة جديدة بدأ عصر جديد في قصر ديميركان يعتاد صرحات على حياته الجديدة في غياب الزمرض ويحاول التعامل مع عالمه لكن التنفس بدون المرأة التي يحبها هو اكبر اختبار قدمه صرحات على الاطلاق صرحات هو بعض الشخص الذي سرق الزمرض منه ومع ذلك لدى عباس وعزيمة ايضا خطط اخرى لصرحات من اجل منع صرحات من عرفة الحقيقة يفتحون دفاتر الملاحظات السادقة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا الى الزمرض هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات